قبل ما نستعرض مجموعة من اللقطات خلينا نهنئ دولة الامارات العربية الشقيقة بالعيد الوطني رقم 44 الامارات من الدول العزيزة على قلبنا جميعا كمصريين واتصور انها كذلك بالنسبة لكل العرب لها مواقف رحية مشرفة ورائعة ونصعة وبيضاء في كل المواقف لا يمكن ان ننساها ابدا معنى النشيد او معنى استهلالية بهذه الاحتفالية دولة زايد للخير دولة زايد الخير دولة زايد الخير دولة زايد الخير زايد نسبة الى الشيخ زايد والخير اللي هو الخير صحيح ما فيش حاجة غير الخير ويمكن الزعيم العربي الوحيدة كابتن متحد اللي ما اختلفش عليه اتنين سواء معارض او متفق ما اختلفش عليه اي حد لان هو كان ليه مواقفه الشديدة جدا في حرب اكتوبر العظيم لما هو اللي اطلق المبادرة بتاعه وقال ان البترول العربي ليس اغلى من الدم العربي فهو الحقيقة الكل بيحبه وبعدين بيطبق العدالة الاجتماعية بحزفرها بعلمها الحديث كان بيطبقها من اربعين سنة ايوه بزا وده شيء عظيم برضو حابب تقول ايه في العيد الوطني لدولة الامارات وانت ليك اكيد ذكرات كثيرة في الامارات ما فيش شك طبعا كلنا كمصريين يمكن من اقرب الدول العربية على قلوبنا كلها دولة الامارات من خلال مواقفها الكثيرة جدا جدا تجاه الشعب المصري اذا كانت مواقف ريادية او حتى على المستوى السياسي شعب الامارات شعب احنا بنحبه هو بيحبنا بشكل كبير جدا فطبعا بقولهم يعني طبعا كل سنة هم طيبين ودايما الامارات في ازدهار وفي تقدم دولة الامارات بقت من اعظم الدول في العالم يعني كل على المستوى العالمي وخاصة دبي وابوزربي من الدول الجاذبة للسياحة بشكل كبير جدا نظافة يعني نظام على اعلى مستوى احنا كرياديين حتى بنحب نروح الامارات بشكل كبير حتى احنا من زمان ملتقى دلوقتي صحيح صحيح اولا بنية اساسية على الاعلى مستوى منشآت ريادية كثيرة جدا وفيها تجهيزات على الاعلى مستوى زي ما بقولك الشعب المصري والشعب الاماراتي قريب جدا من بعض يعني فبقولهم طبعا كل سنة طيبين ودايما الامارات ان شاء الله في نمو وازدهار دايما بإذن الله ان شاء الله وستاذ سيف اولا بسم الله الرحمن الرحيم مش حديث كتير على الاعلى الكابتن هاني والكابتن ايمن والا حدق قلته طبعا على الامارات كداولة وكشعب لكننا هركز على حت الاعلى الكابتن هاني الحتة الرياضية ان احنا اصبحنا دلوقتي كمان اصبعت معسكراتنا بقت في دبي يعني المهضة الاعلى بيعمل معسكره في دبي الزمالك بيعمل معسكره في دبي حتى معظم الفرق لعندها امكانيات المعسكر بتاعها في اي فترة فترة توقفات الدوري او بداية موسم ممكن تعمل في دبي او ممكن في بوزبس ممكن دبي تحديدا وده لانك في فعلا بنية رياضية او منشئات رياضية على اعلى مستوى قد لا تجدها في اي دولة عربية اخرى صحيح ربما قد لا تجدها في بعض الدول الاجنبية ده بيخلاف انك انت ممكن تعمل معسكر مماثل في دولة اوروبية لك العامل اللغة بيساعدك انك انك انت في وجود في دولة عربية العامل الاهم عامل الحب اللي كنت تفضلوا وقالوا عليه انك انت بتروح الامارات لو رحت مرة واحدة بتقى ليك مية ذكرى فيها بنتممكن تروح دولة اكتر من مرة وترجع بذكرى واحدة الامارات تروح مرة واحدة ترجع بعشر ذكريات ودي سر الامارات اللي احنا حاولناك تشفر حد الوقت وكمان جاذب كمان لنجوم العالم احنا شايفين نجوم العالم اذا كان مارادونا احسن طبعا انجابة الكرة العالمية بيستمتع بالحياة ايضا في دولة الامارات ومستمر فيه نجوم كبار بقت دور الاماراتي ايضا جاذب نتيجة للبنية الاساسية ونتيجة ان الحياة كمان مستقرة هناك جدا في الامارات فتحية طبعا لشعب الامارات وحكومة الامارات ودايما في الظهار ان شاء الله يا رب ان شاء الله طيب خلينا نحيي كده تحية بسيطة قبل ما نتكلم كده كلمتين عن اهل دبي مدعومة بلقطات خاصة بهذا الفريق الكبير روح الاتحادي احلاء البلادي روح الاتحادي lançورو بنشر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة